بعد الدراسة من القوات الأمنية هل هي قادرة على مسك الأرض مثلا إذا كانت قادرة فإخراج القوات الأمريكية شيء إيجابي جدا وإذ لم تكن قادرة وهذا القرار يرجع إلى وزارة الدفاع والداخلية إذ لم تكن قادرة فرح يكون القرار سلبي والكرة اليوم بملعب وزارتي الدفاع والداخلية هم من يتخذون هذا القرار قرار لا بإيدي ولا بإيدي السياسيين اللي حاليا يحاولون يلغون أو يوافقون عليها والصراع الصاير بيناتهم هذا الموضوع أعتقد موضوع أمني المفروض القيادات الأمنية هي تشوف وتطلع وحسب تقاريرها وحسب استعداد القوات الأمنية إلى إلغاء الاتفاقية أو عدم إلغاءها طبعا هذه الاتفاقية اللي صارت طبعا نحن حاليا نحن بغنى عنها إنه ما شاء الله إحنا جيشنا التضحيات اللي قدمها في المعارك وهي ما شاء الله كفوا وفوا ولدنا فإنه أشوف إنه أول شيء إنه هي القيادة اللي تحدد هذا الشيء إنه ما بحاجة له الشيء أو لا بس إحنا كرأينا كشعب إحنا ما بحاجة لأمريكي أو أي دولة أخرى والله إحنا ما نريد يعني نلغي هذه الاتفاقية على حساب دولة أخرى فبها السلبيات وإيجابياتها هو يعني مفروض الحكومة تفكر تفكر شنو سلبياتها إذا أكثر من إيجابياتها شنو مفروض ما تلغيها يعني مفروض ما تلغيها لأن السلبياتها ستكون أكثر من إيجابياتها ولهذا خليني يكون حكماء المفاوض العراقي لا يملك الخبرة الكافية لإبرام هذه الاتفاقيات مع دولة عظمى وبالتالي هناك ثغرات في هذه الاتفاقية سوف تعمل على ضعاف العراق بعد خروج القوات الأمريكية بقرار من الحكومة العراقية أو البرناموان العراقي وبالتالي سوف نفقد التدريب سوف نفقد سماء يدافع عنه دولة عظمى سوف نفقد كثير من المساعدات الدولية وبالتالي على الحكومة العراقية أو البرناموان العراقي الدخول في مفاوضات طويلة وشاقة لإخراج القوات الأمريكية أو قوات التحالف الدولي بصورة سلمية عن طريق مفاوضات جادة ومفاوضين يعلمون ماذا يقولون وماذا يكتبون